موسيقى في أمور الدين استفناء كثير في أمور الاقتصاد في أمور نفسي في أمور الحقوقي وكانت جريبة الحمد لله ثلاث أشهر كانت تقريبا تليسا بقابعة المرات جريبة كانت حمد لله جريبة موفقة وزد رس خاتلية أنك توجه لمشي تفيد المراجعة أنه الطريق الصحيح وإذا الحمد لله ماشي خطأ إنسان أنه در قال فكر دياله خاطئ وعود صلحه أنه مشاعي في الإنسان الحمد لله أي واحد فيه يقدر يخطأ ويراجع نفسه فذو الأفضل واللي عاود ساعدني بزاف كذلك في المراجعات أنني الحمد لله فضاء السجني استغلته أنا تبعت القرية ديالي أنا دخلت قرية خذت الباك والآن طالب جامعي واللي وفقني الحمد لله دياله المراجعة فكرية شامل أنا ومجمع من الشباب في ميسمنا في استفادية جهدية واللي وفقنا الحمد لله وجبرنا مصالحة رصخ لنا أننا على الطريق صحيح بالنسبة برنامج مصالحة الحمد لله من شركنا فيه تعرفنا على بزاف المسائل خاصة الدينية اللي ما كنا نعرفها وقدرنا نكشفه بزاف ديال الشبهات اللي كانت عنا قبل من شركوا فض برنامج وبرنامج خلال هات ثلاثة أشهر يعني كان كله يعني غيل وقدرنا نطرح الأسئلة اللي كانت كده كنا ما يعني عنا بعد الشبهات فيها والحمد لله الأساتذاء الكرام تقدموا يعني مشكورا أنهم جابونا جميع تلك الأسئلة اللي كانت برسنا وبينونا الطريق وتبين الحمد لله الخيط الأبيض من الأسود وطبيعة الحال احنا ندماننا لا تكشلي يعني مرنا به تكتجربة اللي كانت قبل اتقالي نفسي كنا كانت تقضى بعض الأشياء يعني خاطئة الحمد لله كانت وحنا مراجعة عميقة وكتشفنا أننا يعني كنا على ضلال والحمد لله دبا الحمد لله جزيون بإخير هذه الناس وأن الدولة مدت يديها وعطتنا هاد فورسة هاد برنامج مصالحة باش ننتمكنه كمواطنين نقدروا أننا احتحنا ندمجهم عن المجتمع بشكل صحيح طريقة صحيحة اشتركوا في القناة